الملك محمد السادس يدشن المحطة الطرقية الجديدة في مدينة الرباط أشرف الملك محمد السادس الاثنين على تدشين المحطة الطرقية الجديدة لمدينة الرباط وهو مشروع يهيكل المدخل الجنوبي للمدينة ويساهم في تحديث قطاع النقل بين المدن على مستوى عاصمة المملكة وكذا تعزيز إشعاع صورة المدينة وتعزيز جاذبيتها وتتوفر المحطة الطرقية الجديدة للرباط التي تندرج في إطار أهداف البرنامج المندمج لتنمية المدينة الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية على 46 رصيفا لحافلات نقل المسافرين وموقفا لركن الحافلات لمدة طويلة 22 مكانا في مقابل 38 رصيفا بالمحطة الطرقية القديمة القامرة وبإمكان المحطة الطرقية الجديدة التي تتوفر أيضا على موقف خارجي للسيارات وسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت فضلا عن فضاءات للإطعام ومحلات تجارية استقبال أزيد من 10 آلاف مسافر يوميا في مقابل 6 آلاف مسافر بالنسبة للمحطة القديمة كما تحتضن مركزا تجاريا يضم 40 محلا تجاريا فيما لم تتوفر محطة القامرة سوى على 15 محلا ويعكس هذا المشروع الذي تطلب إنجازه تعبئة استثمارات بقيمة 245 مليون درهم العزم الوطيد للملك محمد السادس على تمكين مدينة الرباط من بنية تحتية في مستوى مكانتها وتستجيب لانتظارات السكان المقيمين والزور وفضلا عن بنائها وفق هندسة معمارية متفردة تزاوج بين الأصالة والمعاصرة وتوفيرها لولوج مباشر إلى الطريق السيار الرباط الدار البيضاء فقد تم تشييد هذه المحطة الجديدة على مساحة أرضية تفوق مساحتها 8 هكتارات بالمدخل الجنوبي للطريق السيار الرباط الدار البيضاء على مقربة من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله وتستجيب المحطة الطرقية التي أعطى الملك انطلاقة أشغال إنجازها في أكتوبر 2017 لضوابط معمارية حديثة تتيح تثمين الفضاءات الداخلية من أجل تدبير سلس لحركة المسافرين وتعزيز جاذبية المحيط الخارجي وضمان مقونات الأمن والسلامة وجودة الخدمات وتعتبر المحطة الطرقية الجديدة للرباط بنية لوجيستيكية من الجيل الجديد حيث تعتمد في تسييرها على نظام معلوماتي متكامل للتدبير يمكن من تحسين ظروف استقبال وإرشاد المسافرين وضمان إدارة مثلان لعمليات نقل المسافرين واللوجيستيك بالإضافة إلى تسهيل عمليات اقتناء تذاكر السفر وبالإضافة إلى ضمانه لربح أكبر للوقت يساعد هذا النظام في معرفة أوقات انطلاق ووصول الحافلات ومسارها ممن يسهل عملية البحث عن الرحلات وتفادي الوسطاء ومكافحة كل زيادة غير مشروعة في أسعار التذاكر من أجل النهوض بقطاع النقل الطرقي للمسافرين الذي يمكن من ربط مختلف مدن المملكة ويضمن فرص شغل مهمة كما تضم المحطة الطرقية الجديدة بنيات تحتية وتجهيزات متنوعة تمكن المسافرين وزوارها من الحصول على أفضل الخدمات في احترام تم لشروط الأمن والسلامة وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على مهني النقل الذين ستتوفر لهم ظروف جيدة للاشتغال استجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم لتمكينهم من تحسين تنافسيتهم والرفع من رقم معاملاتهم وصون كرامتهم من جهة أخرى وبحكم الموقع الاستراتيجي للمحطة الطرقية الجديدة وارتباطها بشبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة سيساهم هذا النموذج في الحد من اختناق حركة مرور الحافلات داخل مدينة الرباط وخفض معدل التلوث علاوة على التدبير الأمثل لنقل المسافرين لا سيما من خلال ربط المحطة الطرقية بشبكة المواصلة الحضرية وتأتي المحطة الطرقية الجديدة للرباط ذات القيمة المضافة العالية لتنضاف إلى مختلف المشاريع والمبادرات التي يقودها الملك محمد السادس الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة وشاملة لجميع مدن المملكة وعلى هامش حفل التدشين وبعين المكان تقدمت للسلام على الملك محمد السادس أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وبهذه المناسبة أجرى الملك محمد السادس مباحثات مع أزولاي همدسون وحماية التراث غير المادي ترجمة نانسي قنقر